اشتركوا في القناة اللي يمكن كانت رحلته أربع مباريات من خلال الأولمبياد وكان يمكن الخروج أمام البرازيل في مباراة دور التمجي أكيد هنتكلم على ده بالتفصيل هل كان من الإمكان أفضل مما كان هنتكلم على دوت بالتفصيل هنا في حلقتنا النهاردة لكن خلاص وصلنا لدور الأربعة الأربعة الكبار في أولمبياد 2020 نتكلم على المنتخب البرازيلي المنتخب المكسيكي المنتخب الياباني ومعهم المنتخب الأسباني الحقيقة شفنا مباريات رائعة جدا على المستوى الفني على المستوى التكتيكي لكن خلينا نتكلم يمكن في 3-4 نقاط خاصة بمنتخبنا الأولمبي منتخبنا الأولمبي ما كان فيه تباين واضح جدا مش بس في أداء منتخبنا الأولمبي لكن كمان على مستوى ردود الأفعال من النقاط ومن الناس الطبعية على السوشيال ميديا هنبدأ مباراة أسبانيا اللي يمكن بعد مباراة أسبانيا أداء دفاعي أكثر من رائع خرجت كل وسائل والجهاز الفني كابتن شوقي غريب واللعبين وقالوا إن احنا عملنا مباراة كبيرة على المستوى الأداء الدفاعي وقدرنا نحصد نقطة في بداية المشوار أمام بطل أوروبا اللي كان بيدم بفعلا حقيقي لعيبة على مستوى عالي جدا كان لسا عندهم كمان من أسبوعين قبل البطولة كان بيشاركوا في اليورو 2020 مباراة خرجت بشكل أكثر من رائع على المستوى الدفاعي لكن يعني كلنا كنا فرحانين وكلنا قلنا يعني بداية موفقة جدا للمنتخب الأولمبي المباراة الثانية كانت يمكن أمام منتخب الأرجنتين ولما منقول منتخب الأرجنتين بيبقى منتخب كبير منتخب عريق اسم كبير جدا في عالم كرة القدم العالمية ولكن يمكن الأداء كان سيء للغاية أمام منتخب الأرجنتين والخسارة أعتقادي كانت خسارة مفاجأة مش مفاجأة أن الأرجنتين يعني آه فرقة كبيرة لكن مستوى الأداء ما كانش مأهل الأرجنتين أو فرقة الأرجنتين من جهازي القوة اللي كانت تفوز على أداء المنتخب القومي تباين الأحاديث وتباين السوشيال ميديا ما بين إشادة كبيرة جدا بالمنتخب الأولمبي أمام المنتخب الأسباني نرجع بعد يومين ثلاثة ونقول إن لا المنتخب القومي صورة وحشة جدا منتخبنا الأولمبي لا يدوم لعيبة على المستوى ده تناقض على مستوى السوشيال ميديا لكن نيجي للمباراة التالتة وكانت المباراة يمكن الفاصلة وكلنا كنا بندعب نقول يا رب أمام أستراليا بعض الناس كانوا بتتكلم يعني النتيجة تتوقف أصعودك تتوقف على الغير لكن فجينا بأداء هجومي أداء هجومي من المنتخب الأولمبي غير متوقع لكن أدى بشكل بيت جدا جدا وكان الفوز على المنتخب الأسترالي بهدفين هدفين مقابل لاشيء فأداء أعتقد كان الأفضل للمستوى الهجوم على مستوى الهجوم على مستوى الشكل الهجومي بهدفين طبعا لاشيء أحرازهم طبعا أحمد ياسر ريان زي ما حضرتكوا شايفين بيحرز الهدف الأول والهدف دو كان في توقيت أكتر من رائع قبل نهاية الشوت الأولاني بحوالي أربع دقايق الشوت الثاني كان طبعا في بعض الفرص الكبيرة جدا وهيجينا حديث مطول عن محمد الشناوي أعتقد هو بطل الأولمبياد وبطل الفريق في أولمبياد توكيو 2020 قد إيه كان ليه دور إيجابي جدا لكن الأداء الهجومي للمنتخب زي ما احنا شايفين بيقدي بشكل جيد جدا في أداء الجومي وبالتالي بنحرز الهدف الثاني لمنتخبنا وده يعني كانت بطاقة التأهل لدور الثمانية بعد طبعا ما يعني أسبانيا فازت على الأرجنتين خلينا نتكلم المشوار المنتخب ما بين أداء جيد جدا على مستوى الدفاع ما بين هبوط حاد جدا على المستوى الأداء الهجومي ما بين تناقض في التصرحات على السوشيال ميديا بداية من مباراة أسبانيا نهاية مباراة أستراليا ويبقى طبعا مباراة البرازيل ومصر هي إن شاء الله يكون محور حديثنا النهاردة على كمان الأداء هل الأداء أمام منتخب كبير أمام البرازيل وعندي نقطتين ثلاثة سريعا جدا هتكلم فيها وما حضراتكم ليه المنتخب دايما بيظهر أمام المنتخبات ذو الأسماء الكبيرة برهبة كبيرة جدا بتاخد جزء جدا من الأداء الهجومي بتاعه من تركيزه وده شفنا حقيقي أمام منتخب الأرجنتين وكمان أمام المنتخب البرازيلي ما فيش شك إن فيه فرقات في الخبرات ما فيش شك إن فيه طبعا لعيبة على مستوى عالي على مستوى الفني على مستوى البدني في منتخب البرازيل أعلى من المنتخب المصري ولكن في اعتقاد الشخصي كان ممكن يكون أفضل من مكان المنتخب البرازيلي استحوز فيه أخطاء حنتكلم عليها أكيد فيه أخطاء وزي ما حضراتكم شايفين ده هدف البرازيل الهدف الفوز لكن أنا هخد كل نقطة تانية خالص هخد كل نقطة يعني في محورين المحور الأولاني الرهبة الفرق المصرية من الأسماء الكبيرة دي هنتكلم عليها لإن إحنا لنا تجارب سابقة على مستويات عالية جدا إحنا فوزنا المنتخب الأول فاز على إيطاليا بطل العالم المنتخب المصري أدى مباراة أكثر من رائعة أمام المنتخب البرازيلي والفوز بصعوبة 3-2 كمان المنتخب الإلومبي يعني اللي كانت أتشرف أننا المدير الفني ليه أمام منتخب البرازيلي ومنتخب البرازيلي بيفوز بصعوبة 3-2 دي جزء هتكلم علي خبرات اللعيبة حضراتكم عارفين أن المنتخب البرازيلي ستة من اللي كانوا موجودين فيه أمام المنتخب المصري بيلعبوا في الطوب 5 ليكز في العالم بنتكلم على لايبسيك بنتكلم على سيبينيا بنتكلم على إيفرتون بنتكلم على آيكس بنتكلم على أندية كبيرة جدا هؤلاء اللعبين بيلعبوا فيها ولد عنده أهل من 23 سنة عنده هذه الخبرات أكيد حيكون فيه فرؤيات كبيرة جدا فبتكلم عن هل لعبتنا لو كانت بتحترف بدل شوية لو كان عندنا محمد صلاح أكتر من محمد صلاح موجود في هذه المباراة أكتر من تريزيجي وإحجازي وميد وإحمد حسن وزيدان هل كان ممكن يكون عندنا أمل في مديليا أولمبية بقول لحضراته نعم هيكون عندنا أمل الجزء الآخر هي شخصية اللعب المصري شخصية اللعب المصري كابتن حسن شحاتة ما كانش عنده هذه المجموعة من اللعيبة المحترفة في العالم كله عندنا بعض كان زيدان موجود أحمد حسن يمكن كان في تركيا لكن تبقى شخصية اللعب نفسه شخصية اللعيب شخصية اللعيب أعتقد هي جزء مهم جدا في عدم الرهبة وعدم الخوف من الأسماء الكبيرة وأنك لما بتخش المباراة بتحس أنك خلاص المسافات قريبة بتطلع كل اللي عندك بتطلع كل طاقاتك وبتبدأ تشتغل كورتك اللي أنت متعود عليها ده صادفنا إحنا على مستوى الشخصي حتى كل الناس فاكرة مباراة مصر وهولندا كاس العالم تسعين قدي كان فيه رهبة في الأول لكن خلاص إحنا لقينا الفرقات مش كبيرة وبدأنا نلعب كورتنا وبدأنا نهاجم بشكل كويس وكانت نتيجة أجابية فخلينا حنحاول كل الكلام ده وحنتناقش مع حضراتكم إيه سبب خروج المنتخب الإولمبي في الدور التمانية هل اللعيب المصري وشخصية اللعيب المصري لا يستطيع أنه يلعب أمام الفرق ذو الأسماء الكبيرة زي الأرجنتيني البرازيل ألمانيا إيطاليا دي حنقش النهاردة من خلال المحترك لكن خلينا كمان على مستوى الصحافة العالمية هنروح مع حضراتكم ونشوف إيه اللي قالته الصحافة العالمية عن توكيو 2020 هنبدأ جولتنا في الصحافة وصحيفة العالمية مع ساون باولو طبعا البرازيلية اللي ركزت على تأهل المنتخب الأولمبي البرازيلي أمام المنتخب المصري لمباراة نصف النهائي في توكيو 2020 ومواجهة المنتخب الياباني صحيفة كتبت البرازيل تصطاد اليابان في نصف النهائي منافسات ألمبيات توكيو 2020 يوم الأربع المقبل طبعا المباراة ستكون على المستوى الفني أعتقد مباراة كبيرة جدا جدا اليابان صاحبة الأرض أمام البرازيل المرشح بقوة للفوز بهذه البطولة لسه مع صحف البرازيلية وصحيفة تيبارو كتبت بنصف هدف ونصف هدف آخر يصل البرازيل وتفوز البرازيل على مصر وتضمن التواجد للمنافسة على ميداليا أولمبية نروح من الصحافة البرازيلية نروح لصحف المكسيك اللي يمكن صلطت أيضا الضوء كذلك على إنجاز منتخب بلادها الأولمبي منتخب المكسيك والتأهل لنصف نهائي المنافسات في توكيو 2020 وكتبت صحيفة أوبا فازت المكسيك على كوريا الجنوبية لمواجهة أسبانيا في نصف النهائي أضافت نفس الصحيفة وقالت المكسيك ومواجهة على المحك مع البرازيل طبعا في إشارة لها لوصول المنتخب المكسيكي والمنتخب البرازيلي لمباراة النهائية ويمكن كمان يعني محدش عارف في الكرة ممكن كمان يتقابله على مستوى المركز الثالث والرابع يعني خلينا نتكلم لسه في المكسيك وتحديدا صحيفة ألسخالو المكسيكية اللي كتبت المكسيك تفوز على كوريا الجنوبية وتبلغ نصف النهائي الثالث في تاريخ منافسات كرة القدم في الأولمبياد كل الاهتمام كمان في المكسيك بتواجه زي ما حضراتكم عارفين المنتخب الياباني وبالتأكيد هتكون مباراة مش هقول مباراة سهلة مباراة صعبة للفرقتين ولكن يبقى المنتخب المكسيكي شوفناه أداء أكتر من رائع وأهداف كتيرة جدا جدا والملاحظ كمان في الكرة المكسيكية كرة أمريكا الجنوبية تعتمد زي كلنا عارفين على مستوى الأداء الهجومي والمطع في الأداء الهجومي المدرسة اليابانية أو كوريا الجنوبية تمتاز بالالتزام الشديد جدا من نواحل تكتيكية من مستوى اللاعبين يمكن بيقل فيها المهارات الفردية شوية على المستوى الفريق لكن تبقى مباراة أعتقد مباراة صعبة دايما مباراة نصف النهائي مباراة على مستوى عالي جدا جدا المكسيك طبعا أمام اليابان مباراة صعبة وهناك كمان مباراة أصعب ما بين البرازيل وأسبانيا خلينا نروح لفاصل ونرجع مع حضراتكم وفقرة الفقرة التانية من المحترف أهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف برحب بحضراتكم وبرحب برحب بضفنا النهاردة في المحترف طبعا الأستاذ إهاب الجنيدي الناقد الرياضي هنتكلم معاه عن رؤيته للمنتخب الأولمبي خلال مشوار توكيو 2020 إيه الإيجابيات اللي ممكن نطلع بيها من هذا التواجد في الأولمبياد وإيه السلبيات اللي ممكن في المستقبل وده اللي دايما بنتكلم عليه بعد كل تجربة لازم نقيم التجربة بشكل علمي كل تجربة بيبر بيها منتخبنا سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي لازم يكون كي تصحيح للأخطاء لأنه لازم نتعلم الدروس اللي فاتت ولازم ناخد من الخبرات المتراكمة بالنسبة للاعبتنا ولازم نحط طريق واضح ده اللي هنتكلم النهاردة فيه مع طبعا دفنا إيهاب الجنيدي إيهاب أهلا بيك مرحب بيك وزي ما انت شفت يمكن في الإنترو إيهاب كنا بنتكلم على مشوار المنتخب الأولمبي في توكيو 2020 وأنا تكلمت عن نقطتين أحب أخذ رأيك فيها هل الخروج نتيجة فعلا الفواري الطبيعية ما بين المنتخبات المنتخب المصري أكيد منتخب قوي لكن الفرقات ما بين تمسلنا على المستوى الأفريقي ونيجلي في البطولات العالمية بيكون في جاب كبير بيننا وبين الكرة العالمية هل يتوقف على موضوع الاحتراف هل يتوقف ده على شخصية اللعيب المصري نفسه اللي هو يمكن عنده رهبة شوية وعنده خوف من الأسماء العالمية الكبيرة أنا أحب بيك طبعا يا كابتن هاني وبكل جماهير النادي الأهلي وسعيد بتواجد معك مبدئيا المنتخب المصري هو الناس زعلانة أكتر يا كابتن مش من خروج عادي من طبيعة ممكن تخرج قدام البرازيل تخسر واحد صفو النتيجة عادية في كرة القدم والناس ولكن انت ما قدتش المنتخب المصري ظهر فيه المباراة أمام البرازيل منتخب بلا هوية هو ده المهم انت لو ظهرت منتخب دفاعي لا قدت جيم دفاعي زي ما عملت قدام إسبانيا في المباراة الأولى قدت جيم دفاعي على أعلى مستوى في دول المجموعات والناس كلها هللت المنتخب بأداءه الجيد وخرجت بتاعاده السلبي ولا قدت جيم هجومي زي ما عملت قدام إستراليا وقدرت تكسب 2-0 هذه المشكلة كانت في مباراة البرازيل المنتخب ظهر بلا هوية طيب ما كلمة بلا هوية دي أهاب يعني احنا شفنا منتخب المصري أثناء وجوده وفوزه بطولة أفرقيا اللي كانت مقامة هنا في مصر كان عنده هوية كان عنده شخصية إيه كانت شخصيته بيلعب كرة هجومية بشكل كويس جدا عنده عناصر هجومية بشكل كويس جدا إيه الفرق بين تمثيلنا ده اللي بتكلم عليه إنك بتلعب قدام الفرق الأفرقية أو العربية بشكل أكتر من رائع وتيجي أمام الفرق العالمية وحتى لو كانت الفرق العالمية دون المستوى على سبيل المثال الأرجنتين مش شاير الأرجنتين يعني مش منتخب قوي بهذه القوة إنت شايف التباين في الأداء ده جاي إيه أسبابه يعني لأن لعبة مصر لعبة أمام أسماء لعبة بالاسم أنا بلعب بالأرجنتين يا منتخب الأرجنتين منتخب البرازيل دون النظر للفريق اللي قدامك بيقدّي إزاي الفريق اللي دونك إحنا أسهل المباراة أضعناها منها أسهل من المباراة أستراليا في أعتقادي هي مباراة الأرجنتين صحيح كانت مباراة سهلة جدا كنت تخرج منها فائز كنت تتصدر المجموعة تواجه منتخب غير منتخب البرازيل طبعاً اللي وجهه أسبانيا منتخب كوديفور اللي أنت قدرت تتغلب عليه هنا في نهاية البطولة الأفريقية كان زمانك متواجد في المربع الزهبي بسهولة ولكن إحنا خدنا المباراة أدي الفرق أنت بتلعب أفريقيا يا كابتن أنت السيد المتواج لها أفريقيا والدول العربية بتخد المباراة المنتخب هي أهم حاجة العقلية قبل ما تخد المباراة اللي عيد نازل واسق أني لا أنا أعلى من دول أنا أقدر أكسب أنا أقدر أدي وأعمل مباراة كبيرة عكس ما بيأخذ مباراة قدام البرازيل وقدام الرجنتين ودي هنا الدول النفسي المهم جداً للجهاز الفني أنا بحمل النقطة دي والمسؤولية هنا للجهاز الفني للفريق ودي موجودة في كل فرق اللي أنا محركة عارف وغط التجربة الاحترافية العامل النفسي اللي بيبقى موجود فيه ليه طبيب نفسي في معظم الفرق أنت بتلاعب فرق زيك 11 لعب قدام 11 لعب في الملعب مش أبقص إن أنا بلعب البرازيل وخلاص وأبخايف منها خاصة المنتخب البرازيل ده أنت متغلب عليه ودياً في الاستعدادات لأولمبياد توكيو 2-1 كانت مباراة دي في نوفمبر 2020 اللي تبعناها وكان منتخب البرازيل ساعتها اتقدم بهدف لنجم ريال مدريد وندريجو وقدرت أنت تتعادل بكريم العلاقة وأحمد ياسر ريان بعد كده قدرت تكسب إذن مش الرهبة ومش منتخب البرازيل خلاص المنتخب له ألعب قدامه أخاف وأبا مرعوب إن أنا ألعب إنما هي الفكرة كيفية تجهيز اللاعبين نفسياً للمباراة إنهم يخدوا المباراة بأي شكل إنهم يخدوا المباراة بهدف إن يقدر يحقق الفوز طيب ده كلام أنا أتطفق معك تماماً فيه لكن كمان فيه جزئية هتناقش معك فيها شخصية اللاعب المصري وكمان عدد لعبتنا المحترفين وزي ما أنت عارف كان فيه ست لعبين من المنتخب البرازيلي وهم في سنة أهل من 23 سنة بلعبوا في الطوب الليجز في أوروبا هل ده سبب من أسباب التراجع أمام الفرق العالمية ده اللي هنعرفه لكن بعد التقرير منتخبنا الأولومبي فتوكيو وحلم لم يكتمل أهلا بحضراتكم مرة تانية إيهاب التقرير أكتر من رائع ويتكلم على كذا نقطة عايزك برضو أتناقش معك فيها الجزء الأولاني هل الاحتراف الخارجي لولادنا وهم صغيرين ممكن يكسر هذه الرهبة وهذا الخوف من الفرق الكبيرة ده سؤال وهل كمان شخصية اللاعب المصري لما بتتبني من الأساس هل لازم يكون بنشتغل أنه آه فيه فرقات على مستوى الخبرات لكن اللعيب المصري قادر على أنه يوصل لأعلى يعني هن شايفين طبعا أكبر مثال لنا محمد صلاح وبالتالي نبدأ كمان نشتغل في العامل النفس شوية أن ربي ولادنا أن أنت عندك قدراتك والقدرات دي ممكن تنافس بيها الأبطال إيه رائق في النقطتين دول وتكلمنا عليهم من وجهة نزق الشصية طيب نبدأ من النقطة التانية طيب عقلية اللعب المصري وشاصية اللعب المصري التجربة أثبتت خلال السنين الفاتت أن اللعب المصري لعب موهوب لعب يمتلك إمكانيات كبيرة لعب لديه المهارات بشهادة حتى مدربين كبار اللعب ومعهم لعبتنا برا زهر رائزة كابتن محمد صلاح النيني كتير نمازك زيدان أحمد حسن كتير من اللعب يبتنا فالعقلية الاحترافية عند اللعب المصري وعقلية لعب كرة القدم عقلية موجودة في عقلية جيدة في موهبة موجودة عند اللعب المصري ناقص أن اللعب المصري ينمي الحتة دي ينمي عنده حتة أن اللعب يزيق بلعب محترف هي المنتالي الشخصية نفسها أولا لازم الإيمان بنفس دي مهم جدا أنك قادر أنك تشتغل ودي نقطة مهم جدا كمان محمد صلاح تكلم عليها أنك تشتغل على نفسك أننا بنتكلم على النواحي الفنية عندنا مهارات وعندنا نجوم وعندنا إمكانيات كبيرة جدا من النواحي النفسية نيجع عند المشكلة الأساسية للعب المصري بتتكلم على المنتالي بتتكلم على الالتزام بتتكلم على المصبرة على الصبرة على أنك تكافح للسنين طويلة بتتكلم على السبات في المستوى لموضة طويلة كل دوت أنت شايف أن دوت لازم نشتغل عليه الفترة الجاية عايزين نشوف حلول بالضبط يا كرديني دي النقطة المهمة أنك إزاي تشتغل على نفسك اللعب المصري أنه إحنا زي ما قلنا أن الموهبة موجودة إزاي أني ننمي دي أنا دايما في مقارناتي وما أتكلم بقول أني ميسي موهبة ولكن أنا مواجب شخصيا كشخصي برونالدو لأنه أنا في اعتقاد أني ميسي موهبة ربانية بيشتغل على نفسه بلسه ما اشتغلش على نفسه الشغل اللي عمله رونالدو على نفسه رونالدو لاعب يشتغل على نفسه لغاية مقاصة لأنه بقى نمبر وان في العالم مع ميسي برغم أنه لاي يمتلك الموهبة الربانية الفزة اللي موجودة عند ميسي الموهبة الطبيعية اللي موجودة بين أقدم ميسي دي هي مش عنده رونالدو ولكن رونالدو هي دي العقلية رونالدو لاعب بيشتغل على نفسه استمرار تدريب باستمرار الأحاديث اللي بتشوفها عنه تسمحها في الكلام زميله وفي الصحف العلماء اللي بيقوله بيته يا كابتن مركز تدريد بيته نفسه مركز تدريد صحيح أنا أتكلم دلوقتي الولاد اللي مسلونا في توكيو 2020 خلينا نتكلم باللغة المستقبل شوي دايما بعد قول البطولة بيبقى فيه انتقاضات كبيرة لو خرجنا يعني الخروج من دور التمانية يعني كنا نتمنى أن احنا نوصل طبعا للدور قبل النهائي لكن خلينا نتكلم عن المستقبل يا هاب اللي انت شايفه أن احنا في وقت مش هقولك وقت قصير لكن في وقت مقبول أن احنا لا يبقى عندنا فريق أولومبي على مستوى عالي جدا ينافس على مديليا أولومبية لازم قرارات جزرية يا كابتن نشتغل عليها اهتمام بالنشأ توسيع قاعدة النشأين بشكل كبير في الأندية مش اهتمام بس بالفريق الأول كل اهتمامنا منصب في مصر الفريق أهلي وزمالك ومنتخب أول وكله الفريق الأول لازم مسابقات النشأين نهتم بها بشكل أكبر توسيع قاعدة النشأين لازم فتح باب الاحتراف زي ما بنشوف كده أمام اللاعبين المصريين في الصغر احنا شوفنا منتخب برازيل فيه ست لعبين بيلعبوا ما بين اللاعب زيجهير تابليين في دور ألماني ودور أسباني ودور انجليزي ودور رادي في آيكس طبعا هدف أسبانيا الراجل رافا فينيستي ده رافا فينيستي اللاعب بيلعب في وولفر هامبتون الانجليزي هو اللاعب صغير في السن ودلوقتي بقى عليه صراحة لانبين كبار قندية أسبانيا قتلية كومدريد كلهم بيتكلموا عليه فلازم احنا الخطوة الأولى قدامنا زي ما شوفنا التطور في السنين اللي فاتت دي اللي عملوا محمد صلاح ومحمد النيني والطفرة اللي عملوها حتى في أداء مصر وتريزيجي طبعا وتريزيجي طبعا ومحمد حسن تريزيجي وسلسلة لعبين اللي موجودين برا وإحمد المحمدي من سنين طويلة وغيرهم وقابليهم أجيال تانية لازم إحنا يعني إيه يا كابتين إن إحنا عندنا دايما مصر لو جبت كده الخريطة بتاعت الدول اللي عندها عدد لعبين محترفين للأفارقة في العالم هتلاقي مصر في مرتبة متأخرة جدا في حين هلاقي ساحل العجو غانا ونيجيريا ومالي والدول دي كلها في الطوب العيبة بتفتح باب اللي احترافها على طول تعالف الغريب إيه يا هاب الغريب إيه إن إحنا يعني إحنا بنتكلم في دوت أعتقد السادة المشاهدين سنين طويلة كثير جدا وكل ما فيه إخفاق أو خروج من بطولة بنسمع نفس الكلام ويبقى جماعة لازم يكون فعليات لازم ولادنا يطلعوا صغيرين الموضوع بياخد ثلاث أربعة أيام ونخش في صراع الدوري وكل ده بيتنسي والمنتخب اللي هم بيتنسي وإمتى حيتحط خطة يعني إمتى حيتحط بلانينج كده وده اعتقد الشخص هو ده الطريق الصحيح إنك تحط من دلوقتي أنت عندك لعيبة مميزة تشوف إيه عندك تشوف إجابياتك إيه تشوف أدواتك إيه وتبدأ تحط بلانينج طويل إن إحنا خلاص إحنا يعني بنتكلم على الدورة اللي جاية هتكون في باريس إحنا ممكن نخطط لدورة لبعد اللي جاية لكن يكون عندنا بلان نفسنا يكون عندنا بلان يتخطط له ونمشي عليه المدة 8 سنين عشان يبقى وصلنا للأولمبيات والمنافسة على ميداليا ده شيء بالنسبة للشعب المصر شيء طبيعي يعني زي ما ألترك كابتن لازم خطة طويلة الأجل من دلوقتي أتحدى مسؤول في اتحاد الكرة بين دون منهاج ما يحد ولا نتكلم مسؤول يطلع يقول دلوقتي البلان بتاعت المنتخب ده إيه المنتخب ده خرجه طب إيه البلان ليه برغم خرجه لازم يبقى فيه بلان للعيبة دي لازم يبقى فيه خطة اللعيبة الصغيرة دي هنعمل معهم إيه عندنا فيه مونديال قطر عشرين اتنين وعشرين لازم نشوف إيه لا هيحصل هنعمل إيه مع اللعيبة دي يعني نستفاد منهم زي الإيجابيات رغم الخروج من أولمبيات توكيو طبعا من دور التامية فيه أكيد لازم فيه إيجابيات عارف كمان إيه المفهول ده يا هاب لكن محدش فكر في الإيجابيات الجاية يا الفرقة مين اللي حيمسي الله ده منتخب الشباب المتواجد دلوقتي إنه لازم الفرقة دي تتعد بشكل أكتر من رائع وناخد كمان منتخب النشائين اللي حيبقى لسه موجود إنه نتفكر خلال اتناشر سنة جايين أو ستاشر سنة جايين الفريد ده فهو ده اللي بنتكلم عليه يعني نتكلم على أجيال كتيرة جدا بتتواصل ما بنستفدش منها يعني نستفدش منها على المستوى العالمي إن شاء الله بإذن الله يعني نتمنى اللي احنا بنقوله ده يتنبط يا كبتل يا التنظيم أنت المنتخب البرازيل والمنتخب الألماني عندنا مثال بالذات المنتخب الألماني التنظيم اللي عنده والمنتخب الفرنسي أنا دلوقتي ممكن أطلع لك من المواقع الاتحاد مباريات والدية للفرقة في ثلاث سنين جايين فرقة الشباب فرقة النشئين ده بلان إن أنا بحضر اللعبة دي أنا بحضر عندي النشئين بحضرهم بمنتخب شباب المنتخب الشباب بحضرهم منتخب أولومبي ده بيسلم ده وده كله فيه خطة متكاملة وخطة بيشرف على الاتحاد ليه؟ لأنه هذا المستقبل في النهاية بيصب في المنتخب الأول للفرقة دي يكون منتخب عالمي قوي بنشوف منتخب ألمانيا بنشوف منتخب فرنسا منتخب برازيل منتخب قادر ينافس وينافس على أي بطول لا يخش فيها أسوأ في القارة بتاعته أو في كاس العالم ده من خلال إيه؟ من خلال البدء من أول منتخب عنده منتخب النشئين وهم بيبصوا المنتخب النشئين بفانهم المنتخب الأول أنا المنتخب ده بحضره من دلوقتي ده في وقت بعد كم سنة هيبقى المنتخب الأول بتاعي يبقى لازم ليه خطة شاملة أو كاملة طبعا طبعا بجانب الخطة الشاملة والكاملة وأمنا إن شاء الله يكون لمصر بلاني طويل كده ونشوف منتخباتنا يعني بتلاعب وبتتوز بالمداليات وبتوصل لأعلى يعني المراكز على مستوى الكرة العالمية عندنا لسه مشوار طويل جدا لكن نطلع لفاصل ونرجع مرة تانية مع المحترف أهلا بحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم برحب بيك مرة تانية يهاب الجنيدي الناقض الرياضي يهاب تعالى أنا وأنت نستعرض كده مشوار منتخبنا الأولمبي في رحلة توكيو عشرين عشرين وخلينا نبدأ بما انتهينا منه مع مباراة البرازيل كلنا طبعا المباراة وكلنا كان عندنا أمال كبيرة جدا خلينا سألك كان عندك أمل لأن ممكن نحق المفاجأة ونفوز على البرازيل كان عندي أمل كان عندك أمل خاصة بناء على نتائج سابقة نتائج منتخب مصر حتى أولمبي ومنتخب أول عبر التاريخ مع البرازيل احنا بنعمل متشاك كبيرة مع البرازيل يعني حتى في أولمبياد 2012 محرك كنتم مش في المنتخب هنخسرنا ثلاثة اتنين بصعوبة وعملنا جيم عالي جدا بعد ما كنا متأخرين ثلاثة صفر اشدارنا نجيب جنين المنتخب اللي يقل في كاس الكارات والماتش التاريخي مع البرازيل وديا قبل البطولة كاسبانين البرازيل اتنين واحد يعني إذا ما المانع أنا دايما أنا بابصلها دايما في 11 لعب في الملعب أمام 11 لعب خاصة في المراحل الأولى دي كمان لسه اللاعب الأوروبي أو اللاعب البرازيلي ما رحش لأن دا الأوروبية كبيرة ما وصلش بقى في الطب جيمز مع ريال مدريد صحيح مع كذا لعيب زي وزيك ممكن تأدي وممكن تعمل حاجة كويس طب تعال نشوف يا ترى كنا أراجبين ولا الأداة كان عامل إزاي من خلال جدول رقمي نستعرضه معاكم مع السادة المشاهدين أرقاب مباراة مصر والبرازيل في توقي 2020 طبعا واحد سفر صالح لبرازيل الأهداف المتوقعة حاوف عن داية الأهداف المتوقعة كانت للمنتخب المصري لا تتعدى نصف في المية يعني 39 أو 3.9 ده نسبة قليلة جدا مقابل واحد واربعة من عشر للمنتخب البرازيلي لاستحواز 59 مقابل 41 للبرازيل التمريرات الصحيحة بنسبة 81 في المية للمنتخبنا مقابل 87 للمنتخب البرازيلي التصويب على المرمى لنا 8 تصويبات ما بينهم يعني ما بين 8 في 3 ما بين القائمة والعرضة المنتخب البرازيلي 13 تزديدة منهم 6 ما بين القائمة والعرضة العرضيات 9 عرضيات للمنتخب المصري 15 للبرازيل والركنيات ركنية وحيدة لمصر مقابل 4 ركنيات لمنتخب البرازيلي حاوف عن العرضيات يعني دايما خلينا نتكلم العرضيات بالنسبة للمنتخب المصري وكلنا عارفين طريقة لعب الكابتن شوئي غريب الاعتماد بشكل كبير جدا على العراق وبنتكلم على فتوح وعرضيات المقروض تبقى عرضيات مكسفة شفت أداء الفني ازاي على مستوى على مستوى الخطة على مستوى الفورميشن بتاع الكابتن شوئي غريب سكرت أن أولا حاطت نقط في الأرقام دي عندي 3 نقط معينين زي ما حالك قلت طبعا العرضيات أول نقطة نفت عندها زي ما حالك قلت 0.39 39% اللي هي فرصة هدف نسبة قليلة جدا وصاد 1 ونص هدف للبرازيل طبعا ما عليش ياهاب هنكمل معك في النقطة دي عشان فيه كلام كمان هنقشك فيه لكن نطلع فاصل سريع ونرجع بحضراتكم مرة تانية في المحترف أهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف ياهاب كنا بنتكلم قبل الفاصل على يمكن أرقام منتخبنا في أمام منتخب البرازيل وكانت متوقف على بعض النقاط خاصة بالكرات العرضية يعني احنا كان فيه كرات عرضية رقم لا بأسة بيه لكن انت كنت بتقول لي يعني غير مؤثرة بالمرة ايه انا يعني تسع عرضيات لخمستاشر برازيل ممكن رقم بتاعنا عالي شوية او يعني هنقول ولكن هي عرضيات انا بسميها عرضيات خداعة في المباراة دي لكل ما نشاهد المباراة لانها عرضيات عشوائية لم تصنع خطورة احنا مشوفناش خطورة يعني خلال تسعين دي على مرمى برازيل باستثناء تريبا الكرة الهيدر اللي عملها اكرم توفيق ومر الجنب القائم باستثناء كده مفيش اي اي خطورة للمنتخب مصر للمدارة تسعين دي زي ما قلت الحرارة كابتن مفيش شكل هجومي طيب هل في مقابل ده كان فيه شكل دفاعي؟ هو ده السؤال كابتن الجهري راح مطلع عليه بيقوله كان بيلعب دفاع بس كان فيه جمل انا عايز كابتن يعني اللعيبة واللي تفرجوا على مباريات مصر ايه الجملة الوحيدة في اربع مباريات اللي تنفذت جملة ما انا انت ككوتش علمت اللعيبة عليها وتلقوا عملوا الجملة دي شفنا بوركينا فاسو جملة حسام حسن ومصطفى والكرة اللي تلعبوا كابتن حازم والتحرك فيه جمل كابتن جهري بيقوله راجل دفاعي بس كان فيه جمل بتنفذ في الملعب فيه حاجة بتاعتامل تقدر توصلك لمرمى المنافس انا هنا خلال مع كابتن شاوء غريب والمنتخب خلال اربع مباريات انا مشوفتش جملة واحدة عملت جملة فنية عملت لمنتخب مصر خلال المباريات هو يمكن ده اللي مزعل الناس شوية زي ما انت قلت في البداية يعني الناس مش زعلانة من خروج من البرازيل قوي لكن خليها اتكلم بصوت الناس ان انت ما لعبتش كرة بتاعتك ان الناس حسن ان انت كان عندك امكانيات اكبر شوية انك تقدم الكرة بشكل افضل ان الكرة او الشكل الكرة اللي هو بتدافع بشكل كتير جدا وما فيش هجمات ده يعني كرة خلصت من زمان فكل دوت خلينا نتكلم ان مشوار مصر في الاولمبياد زي ما بقولك كان في تباين شوية في مش هقولك في الاداء لكن على مستوى المباريات يعني على مستوى المباريات نفسه من اداء دفاعي بحث لاداء هجومي اكتر من رائع امام المنتخب الاسترالي مع تحفز شديد جدا في مباراة دوري التماني امام البرازيل يا كابتن انت اربع مباريات لم تحرس سوى هدفين دي كارسة والهدفين في مباراة في مباراة واحدة انت تلات مباريات بتخرج وتفشل في هزي شباك المنافس يعني انا حتى لما بقول انا دايما برجع للمباريات كرة القدم اللي كنا فيها اخر المباريات وخرجنا فيها وصلنا لنفس الدور عشان يقولك اما حد ييجي بيتكلم ويرد يقولك ما احنا في 2012 احنا برضو طلعنا دور تمانية اطلعت دور تمانية بس انا جبت سبع اهداف انا لعبت اربع مباريات جايب سبع اهداف في المباريات فيه شغل بعمله فيه اداء بيتقدم في ارض الملعب انما ان انا في خلال اربع مباريات اجيب هدفين بس بواقع نصف هدف في المباراة يبدأ اداء مش مقبول تماما تلات مباريات منهم ما سجلتش فيهم يا كابتن انت عندك هنا الهجمات شفت التمريرات انت عندك 355 تمرير في المباراة نصي ناحية تانية في 602 تمرير ده بيعكس لك قديل منتخب البرازيلي كان مسيطر ومسيطر ونص الملعب مشكلة مباراة البرازيل اللي احنا ممكن هنتكلم عليها شوية كمان على الشاشة في تاكتيكس ان انت فتقدت اللاعب اللي يربط بين خطوط الملعب التلاتة انت ظهرت منتخب يعني كابتن شاوي قلنا بيلعب انا عايز اعرف خمسة اه ولا خمسة اثنين انا مفهمتش طريقة في ارض الملعب ممكن هنشرحها زي ما قلت الحراك ولكن احنا ظهرنا نقدر نقول خمسة اربعة واحد يعني اقرب حاجة انا في امتاع من المباراة ما شفت المباراة ان احنا بنلعب خمسة اربعة واحد عندنا ده اللي فهمتو هل احنا طبقنا حتى خمسة اربعة واحد لا بايا خلي بالك طريقة ثلاثة اربعة ثلاثة في الحالة الدفاعية المفروض يبقى انت عندك عندك كسافة عددية كويسة قوي يعني الاطراب بترجع يعني عرائي بيرجع ويفتوح بيرجع وبتبدأ تلعب خمسة اربعة واحد لان كمان الاطراب بترجع لكن في الحالة الهجومية وده الاهم انك كمان بتلعب تقريبا بمبدأ انت بتلعب ستة في الحالة الهجومية او كمان سبعة بتقدم واحد من ما فيش اتنين دفندر يعني واحد من وسط الملعب يعني عندك العرائي وعندك فتوح وعندك احمد أسل ريان وعندك رمضان صبحي وعندك طهر محمد طهر وممكن جدا عمارك يزيد ده الشكل اللي احنا مشوفناهوش يعني الشكل اللي احنا بالضبط هيك بتتحول شوية لتلاتة تلاتة تلاتة واحد اه يعني ده اللي انا شوفته برضو في الملعب ولكن برضو مش بين مين اللعيب في اللي اتنين دفندر اللي عندك انت لعيبت مبارات منتخب برزيل لازم بتلاعب منتخب برزيل لازم يكون عندك اتنين دفندر أكواء في كل دول العالم دلوقت طريقته الكورة في اتنين دفندر هتقول لي عمار حمدي لأ اكرم تاوي كنت شاف اكلم توفيق بلعب هفض فندر الوح عمار حلم لك برضو عمار عنده نزع هجومية اكبر بالضبط انت بتظلم عمار حمدي تحطه في المكان ده عمار حمدي مش لعب هفض فندر دفاعي لا ده لعيب عنده نزع هجومية لعيب ممكن يمرر لك كورة حلوة تجيب جون لعيب ممكن يجيب جون ده لي ان الهدفين الوحيدين اللي انت سجلتهم في البطول هو جاب جون منهم هو لعيب ميوله هجومية اكتر طيب في ناس تانية بتقول يعني كان ممكن يبقى حتى المجازفة في اخر ربع ساعة في المباراة خلاص يعني النتيجة كانت واحد سفر كان في بعض الناس على المستوى الخططي بتقول ان احنا ما كانش لازم نحنا نلعب بتلاتة ورقة ممكن الاستجناء مثلا على اسامة جلال والدفع بمهاجم او لعيب عنده نزع هجومية وتلعب بطريقة العادية ممكن تلعب اربعة تلاتة تلاتة بشكل معتد ده برضو انت كنت شايفه ازاي هل كان في صعوبة في تغيير خطة اللعب داخل الملعب وهل كابتن شوقي محضرش نفسه في الجزئة دي كان دايما بيلعب تلاتة اربعة تلاتة يمكن فيه يمكن مباراة يمكن مباراة اعتقد اسبانيا او مباراة استراليا كان فيه تغيير شواء لكن هل انت مع تغيير طريقة اللعب من خلال المباراة يا كابتن كان لازم يتغير ويتغير بدري انا منتخب دلوقتي خسران تقريبا من الشرط الاول تمام دلوقتي لازم انا اغير لطريقة بتاعتي وهلعب هجومي انا ليه بلعب بالتلاتة اللي ورا هي هي وجنبيه ومتنين اطراف وبعدين انا عندي زي محركتها بقيت في المباراة كابتن في عندي جبهة كاملة انا بعتبارها جبهة ميتة في المباراة جبهة ميتة جبهة ميتة هجوميا ودفاعيا ولازم مدير فني يباعد برا شايف الكلام ده ويتكلم فيه انت عند الجبهة الكريم العراقي وقدامه طاهر محمد طاهر جبهة على الصعيد الهجومي والدفاعي ما قامتش بدورها صحيح تقريبا كان منتخب كل ما بنشوف بيهاجم من النحاء التانية كل الخطورة من النحاء التانية وكل التمريرات للنحاء التانية نحية اليومنا عندي فدي جبهة قدامي انت جاي تغير احنا شفنا التغيرات جاي تغير في الديها كام اول تغير طبعا عمله التغير اللي نزل فيه صلاح محسن نزل مكان مين مكان احمد ياس الريان اه مهاجم مكان مهاجم طب ايه التغير الفني اللي انا عملته في ارض الملعب انا دلوقتي راجل مغلوب عايز انزل فيرو التاني طب ايه الحاجة للتلاتة عندي كريم العراقي مستوسق جدا في المورة هو مجاش البطولة انا في نظري كراجل شايف هو مجاش البطولة ماشي عندي الوينش وحجازي وقسامة جلال طب انا اسحب قسامة جلال ناحي الكريم العراقي وطلع كريم العراقي اطلع كريم العراقي ونزل اللاعبين عن مكانه وادفع بالفرود التاني صلاح محسن منزله جنب احمد ياس الريان يساعدني هجوميا بس اهب ممكن اتكلم كتير جدا في النواحل التكتيكية وكل واحد ليه رأيه ممكن يدخل ده ممكن تغيير طريقة اللاعب وممكن كل دوت اللي اتناقش فيه لكن هيبقى بالنسبة لي العامل الفجوة الرئيسية يا شخصات اللاعب وعدد اللاعب المحترفة ما كانش بالعدد المناسب لمنتخب كبير زي منتخب مصد وادارة الجيم يا كابت اه طبعا ادارة الجيم ده طبعا كابت ان شاء الله غالي انا ازا غير في الديئة 83 انا نزل ناصر ماهر وناصر منسي انا بنزلهم بنزلهم في الديئة 83 وانا مغلوب الوقت كان داية جدا انا هامل ايه طب دي على مستعد نشوف برضو يعني بعض كده الارقام لمنتخبنا الولومبي في توكيو من خلال طبعا عارفين عدد مباريات اربع مباريات معدل الاستحواز كان ممكن يزيد انا عايز اكلمك في النقطة داية ان احنا كمان معدل الاستحواز من خلال دا المتوسط طبعا 43% اعتقد عندنا الامكانات ان احنا النسبة دي تعلق وبالتالي تخلق فرص اكتر كان ممكن يزيد جدا لان كان فيه ميز باس كتير جدا الاهداف المتوقعة وان بوين سيكس ستاشر يعني دا المعدل بنسبة واحد وستة من عشرة الاهداف بالنسبة للمعدل تلاتة وثلاثة من عشرة وطبعا فيه خلال اربع مباريات احراسة هدفين كل دا الارقام اللي احنا شفناها تقريبا بترجم كلامك يعني بشكل عبا آخر طبعا كانت زي ما شوفنا شايفين الارقام ديت اللي بتاعتنا ارقام طبعا لسه كمان الارقام دخل مرمانا طبعا معدل هدفين شباك نظيفة مرتين معدل التصويب على المرمى برضو رقم انا شايف انه رقم مش كبير بتصاوب اتين وتلاتين تصويب في خلال اربع مباريات منهم عشرة بس ما بين القائم والعرضة العرضيات بالنسبة لجبهة اليمنى اتناشر انت بتتكلم في اربع مباريات وبالتالي ما زلت ان لسه كان عندنا مشكلة في الجبهات اذا كانت من جبهة اليمنى او اليسرى ومن ناحة الشمال الحداشر الارقام دي تقريبا بتقول اللي انت بتقوله يا هابي معنى كده ان انا عندي في العرضيات دي ان انا خلال مباراة كاملة تلاتة بتصفيف يعني لا عجبهتين من جبهتين سبع اه سبع تمريرات في المباراة سبع عرضيات في المباراة منطقة مصر ظهر بشكل ضعيف جدا في البطولة دي يا كابتن اه عندنا رقم مهم برضو لو احنا قلنا الاهداف المتوقع ان انت عندك بتقول الاهداف متوقعة اهداف نسبة قليلة جدا معه دا وقت يعني يعني الرقم الافضل عندنا في كل الارقام دي اللي احنا استعرضناها مع المشاهدين هو الكلين شيت او الاهداف اللي داخلت مرمانا معدل على الصعيد الدفاعي ان انت نص هدف في المباراة في اربع مباريات هو ده افضل رقم في الارقام دي افضل رقم لاحصيات منتخب مصر في الاربع مباريات وده بفضل الحرس الاختبوط العملاق محمد الشناوي صحيح اللي لولا الشناوي في مباريات كتير في البطولة كانت اهتزت شباكنا بعدد كبير من الاهداف ده حقيق احنا هنا بنديله حقه فعلا مش عشان مجاملة تقليل على حاجة لا احنا مباراة البرازيل العالم كله اتكلم حتى في ماتش استراليا الاداء اللي الرائع اللي اقدم في ماتش البرازيل هشاف الشناوي انقذ مصر من هزيمة سطيلة امام البرازيل وعايز اقول له كمان رسالة اقول له ارفع راسك والحزن اللي كنت فيه لانه لاعب هو كان عنده طموح كبير انه يوصل المشوار لا انا تكلمك طالما جبت سيبط طبعا الشناوي لازم نقف عنده ونركز بشكل كبير جدا انه عامل بطولة انا في اعتقادي من افضل البرازيل موجودين في البطولة يمكن هو خاد من افضل عشر لعبين في الدور الاولاني وده قليل لما بيكون حارس مرمى لكن محمد الشناوي يمكن زي انت قلت كمان كان هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا امام منتقب البرازيل لولا تقلق محمد الشناوي يعني خليني اتكلم انه هو ويمكن كان في بعض يعني بعض الصور ويمكن هنعرضها معاك يا ابو ونبدأ كمان تتكلم على شخصية القائد محمد الشناوي مش بس حارس مرمى على مستوى عالي جدا لكن كنا بنسمع صوته طبعا ما فيش جماهير او ما فيش توجه الجماهير كنا بنسمع صوته ازاي بيوجه ازاي يعني تعالا معاك بس نشوف الارقام الاول ارقام محمد الشناوي من خلال توقيو عشرين عشرين ونبدأ برضو نتكلم على هذه الارقام ودوره ككابتن كابتن التيم ودوره كمان كقائد للمنتخب القومي الولومبي في عشرين عشرين طبعا اربع طبعا مباريات على مستوى المشاركات هدفين فيه اربع مباريات معدل تصويب للمرمى اتنين وتلاتين يعني هو ادر اتنين وتلاتين لعشر العرضيات لا دي 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 ارقام مختلف لا خلينا التصويب تمنتاشر صد منهم ستاشر رقم يعني رقم برضو نحطه بقى جنب ناير ونحطه جنب يعني جنب يمكن دوناروما يعني ارقام رقم كبير جدا جدا يعني كابتن بتشاط على حارس مرمى بتشاط عليه تمنتاشر تزديدة بيصد منهم ستاشر رقم مرتقي عالي جدا طبعا بيحافظ على في المحفى الدولي زي ده وفيه منافسات وفيه لعيبين اصحاب خبرة بيدعم المنتخبات بيحافظ على مرمى في مبارتين بيخش شباكه هدف مباراة هدف من البرازيل وهدف في مباراة تانية من الارجنتين كورة سابتة خطأ دفاع بحث حارس لا حارس مبدع حارس ابدع العالم يعني انا زي بقول الحراكة قدام استراليا العالم كله تكلم صحف الاسترالية قالت لعيبنا هتخال ان هم طلعوا بعض المباراة بيقولوا لعيبنا ولكن كان هناك حارس وضع الشناوي لا وكمان على مستوى يمكن قبل مقابلة قبل مقابلة البرازيل يمكن على الشاشة قدامنا طبعا التصدي الرائع من منتخب استراليا وخلاص زي ما شايفين الولد خلاص قريدي فرح الولد خلاص شايف الكرة جوه اللي كانت صعبة جدا جدا وحاجون وبالتالي رد رد فعل رائع طبعا من الشناوي صعبة جدا جدا وما كانش حد متوقع ان الشناوي ممكن يعمل هذه ردة الفعل يعني كمان النازل يعني فاهمة جدا في حراس المرمى مع الطول دوت مع يعني مع سرعة الكرة كان صعب جدا والصورة اللي قدامنا دي كمان بتبين شخصية كمان الشناوي كان ممكن جدا أنا عملت العلية وعملت بطولة كويسة لكن حزنه الشديد اللي خروجه ده بيديك انطباع ان هو مش متعود على كده هو متعود على البطولات الشناوي لازم ترفع راسك في المواقف اللي زادية يا شناوي ولازم عملت بطولة عظيمة وكل الناس بتتكلم عليك بشكل أكتر من رائع وانت كمان كنت خلي بالك انت بتمثل بتمثل بلدك وكمان بتمثل النادي الاهلي انت متعود ان يكون في بطولة متعود انك توصل لأبعد نقطة لكن كمان يعني كلنا بكل الجماهير المصرية وكل الجماهير على مستوى العالم شايف ان محمد الشناوي كان من أفضل لعيبة على مستوى البطولة نتمنى له طبعا انت وفيق مع النادي الاهلي عايز اقولك عايز اكد شخصية شخصية الشناوي يعني لنا شايفين تقلقه على المستوى الفني لكن دور حان المشناوي لانه واحد من اللعيبة الكبار دور اللعيبة الكبار كان موجود ايه وعلى رسوم الشناوي دور مهم جدا في توجيه اللعيبة وزميلهم الصغرين زي ما شوفنا الشناوي وشوفنا احمد حجازي بعد المباراة تكلم مع اللعيبة وقال لهم انتوا اللي جاي وكسلام اللي جاي الشناوي بس انا عايز اعرف عنده والرسالة اللي انا كنت بوجهها ليه من شؤال لما قلت الحلقة للصورة دي لان الصورة دي شوفناها وتدولتها وسائل الاعلام كلها ان ارفع راسك فوق فعلا انت تستحق انك ترفع راسك فوق انت قدمت بطولة بطولة رائعة يعني الخسارة من شهاية العالم طبعا زي ما يقول بس هو مشكلة الشناوي اي العيب في النادي الاهلي هو تربع البطولات يا كابت ما ينفعش يخد بطولة ما بياخدش اي منافسة بيخشها الا قدام عينه هدف واحد انه يكسب بطولة فبالتالي لما بيخرج بتبقى دي حالته حالة الحزن اللي مسيطرة عليه وبيبادى الصورة ده معدارين حالة الحزن طبعا وخلي بالك انا كنت العيب في المال ابو بحس اللي بيعمل كده او الصورة بتيجي عليه كده بيكون عنده طموحات وعنده امال انه كان عنده فعلا طموح كبير جدا كلنا كان عندنا طموح كده نحن نعدي ونحن نعمل مادليا دي بتضاف طبعا لمصر وتضاف حتى على مستوى السي في بالنسبة لكل لعب لمنتخب مصر خلي بالك ان الشناوي كابتن طبعا كلنا عارفين عمل تاريخ كبير جدا طبعا شارك حارس شارك في كاس العالم خد اتنين بطولة دورة ابطال أفريكا وربعة خد مع الناد الأهلي بطولة كتير جدا دورة بتاع راح كاس عالم وخده الأول مرة في التاريخ وياخد أفضل لعب قدام رجوهي معيني زي ما حراك عارف مش حارس كتير ياخد أفضل لعب في المباراة قليل لما حارس ياخد أفضل لعب فكان محفل دول كبير وجديد عليه طبعا الأولمبيات حلم كبير عنده طبعا فرض اختياره فيه بمستوى مستوى جيد ومستوى الرائع مع منتخب مصر الأول ومع نادي الأهلي أهيله أنه يكون موجود في الأمبيات فكان عنده حلم برضو كبير الشناوي أنه يترك بصمة في الأمبيات زي ما عمل بصمة في كاس العالم زي ما عمل بصمة مع نادي الأهلي في البطولات الكتيرة اللي خدها فكان عنده حلم كبير بيروضه عشان كده كان الحزن الكبير بعد الخروج خاصة أن هو قبل بلاء حسن في المباريات تصديات رائعة فكان عنده طموحه وكان إيمانه الداخلي من نفسه أنه إحنا ممكن نعدي وليه لا نادي الأهلي دايما بيترابى وليه لا أي منافس ممكن تواجه ليه ما كسبش لا طبعا كل التحية طبعا لمحمد الشناوي كل التحية بصراحة لكل اللعيبة على مستوى المنتخب الأولمبي لكن طبعا الرأسهم محمد الشناوي اللي يمكن في اعتقادي كان بطل من أبطال أو بطل نجم كبير في أولمبياد توكيو 2020 نروح لفاصل ونرجع في آخر فقرات المحترف أهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف آخر فقراتنا النهاردة كل الناس كانوا بتتكلم على الجزء الخططي لمنتخبنا الأولمبي في أولمبياد توكيو 2020 وخاصة أمام المنتخب البرازيلي ما بين مؤيد ما بين معارض لطريقة اللعب دلوقتي في آخر فقرات المحترف هنعمل شكل معين وفقرة التكتك طبعا إهاب زي ما بقول كل الناس كان عندها يمكن شوية ملحوظات فنية لمنتخب مصر خلانا نبدأ بالأول التشكيلة تشكيلة منتخب مصر أمام المنتخب البرازيلي وانت كان عندك تعليق شوية في عملية التشكيل أو شكل التشكيل كان ممكن يختلف أثناء المباراة احنا بدأنا طبعا طبيعي جدا بتلاتة أربعة تلاتة يعني كريم العراقي هو بيتقدم في جزء دوت فتوح بيتقدم في جزء الشمال بنكلم على تلاتة حجازي أسامة والوينش قدامهم أربعة العراقي أكرم عمار حمدي وفتوح وتلاتة في الأدام ما بين طاهر محمد طاهر رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان دي التشكيلة كان وجهة نظرك أو وجهة نظر ناس تانية أن في وقت من الأوقات كان لازم تتغير طريقة اللعب شوية ويبقى عندنا لعب وسط بلي ميكر عشان يقدر يوصل الكورة للجزء خلي بالك إحنا بنتكلم أن فتوح كان المفروض أنه كان على طول بيتير مع الجزء ده وكريم العراقي اللي أنت يمكن كان عندك بعض التحفزات على أداؤه في المباراة دي يعني يا كابتن حتى ما شفتش أنه إحنا لعبنا تلاتة أربعة تلاتة يعني أنا شاف أننا لعبنا خمسة أربعة واحد أغلب فترات المباراة خمسة أربعة واحد يعني أنت بتتكلم على أن فتوح كان بيرجع رمضان صبحي كمان بيرجع رمضان وطاهر كمان كل اللعبة بتاعتنا راجع على الدفاع ما كانش فيه لعيق وأحمد ياسر أحمد ياسر هان هيلاقي العرضات من إين حتى هيلاقي الدعم الهجومي الفكرة نفسها لو بتأدي بشكل كويس كان مفروض لو إحنا مثلا بنهاجم من ناحية الشمال يبقى فتوح يوصل للجزء دو رمضان صبحي يخش الجوة طاهر محمد طاهر يضم هنا وكريم العراقي دايما يبقى واصل للجزء ده ولازم واحد من الاثنين أكرم توفيقه وعمار حمدي يكون مأمن في الحتة دا يكون عندك شكل مباشر ست لعيبة مع كريم العراقي مع فتوح وعمار حمدي كمان يزيد وعندك أكرم توفيق يحط يعني استطارة طبعا هيبقى موجود الوينشي هنا وحيكون وسامة جلال هنا وأحمد حجازي موجود فعندك كنت ممكن تلعب بشكل جوم حتى أو بتلعب 3-4-3 لكن عدم موجود العراقي بشكل مميز أو مفيش كرات عرضية أن طاهر محمد طاهر كان كمان بيضطع على الطرف والتالي مفيش حتة في العمق هنا أحمد أو فتوح ما كانش بيوصل فدي أحنا انفصلنا في المنطقة دي هجميا نخلصها صحيح فتوح ورق راجع وراء زي ما هو في مكانه كريم العراقي راجع وراء جدا طاهر ورمضان كانوا يقفوا في المنطقتين دول يعني رمضان زي ما حرجوا بتقوله المفروض يكمل هنا وطاهر يكمل هنا صحيح صحيح وبالتالي أغلب الفترات كان أحمد ياسر ريال لوحده في المنطقة دي مش لايه أي دعم هنومني عمار حمدي تائه في الملعب لأنه مش أنت حطوا هافظ فيندر المفروض مع الاتنين دول كان يتحطي هافظ فيندر وتسيبه هو تسيبه هو لعيب حري يعني أملك صحيح الكابتن شوقي لما قالي أن أنا لما حتى سألوه على محمد أحمد عبدالقادر أفضل لعب تقريبا شابه في الدور في مركز بليميكر قالي أن أنا عندي اللعيب اللي معايا واللي مكمل للشغال اللي هو ناصر مهر صحيح طب فيه ناصر مهر دفع طب عن ده على المستوى على مستوى تعالنا وإنت بس برضو مع السادة المشاهدين نشوف الهدف الهدف اللي دخل فينا أو هدف البرازيل في منتخب مصر وكان فيه مشكلة هنوضحها على الشاشة من الاتنين الديفندر احنا لازم يكون فيه اتنين ديفندر عندهم أداء دفاعي بحث وكان عندنا مشكلة بصراحة عند ناحية اليمين عند كريم العلاي تعال نبص الأول صورة للهدف لمنتخب البرازيل منتخبنا العنبي ونبدأ نتكلم لأن الصورة بتحكي بشكل مباشر قد ايه كان فيه خلل شوية من ناحية كريم العراقي كان فيه خلل من خلال الدور الدفاعي اللي طبعا بتتكلم على عمار دي أول صورة بنتكلم إن طبيعي جدا إن منتخب البرازيل لو قطع القرة في الجزء ده عندنا أكرم توفيق موجود بشكل كويس عندنا أسامة جلالة الجزء ده لازم كريم العراقي كان يتواجد في الجزء ده ليه كريم العراقي لازم يكون موجود هنا لأن انت مش عايز تخلق مساحات وبالتالي حيبقى سهل جدا جدا إن يكون الترحيل بشكل أفضل لكن تأخر العراقي كان بداية برضو المشكلة إن احنا عندنا مشكلة طبعا الوينش وإحجازي كانوا وقفين بشكل كويس اضطر طبعا أسامة جلالة من يميل شوية لكن على الشكل الدفاعي قبل طبعا الكرة ما توصل له دام كان في عندنا مشكلة في هنا لفتة حاجة لفتة جاه قص عمار فين عمار طبعا شايف عمار فين آه عمار بعيد المفروض إن عمار هافد فندر هنا يعني مفروض هنا جنب أكرم صحيح المفروض هنا جنب أكرم الارتداد كان يبقى سع شوى بص عمار هنا كابتن فين الارتداد يبقى سع شوى ليقولوا الهجمات اللي احنا قلنا عليها برضو هنا كريم العراقي ما قامش بالارتداد بتاعه وده اللي انتبه ليه مدرب البرازيل صحيح شافها شافها وحركة راحز كنال المباراة كاريت شارتسون بيلعب في نص في قلب منطقة الجزاء مزبوط رمان ناحية بتاعت كريم العراقي صحيح استغل التقدم كريم وصرحانه مزبوط احترامي اللي أقول صرحانه طوال المباراة والهدف جيب الطريقة دي في الصورة الجهة هنوضح كمان الهدف هنا كمان الصورة واضحة جدا جدا ان فيه هنا تلاتة على واحد ومساحة فاضية جدا في الجزء ده اللي كان لازم يتواجد فيه عمار عمار حمدي نتيجة ان اكرم اكرم توفيق لم هنا لم عشان يغطي تقدم كريم العراقي كريم العراقي صحيح او جزء تاني ان احنا شايفين اكرم توفيق واقف في الجزء ده والجزء ده فاضي كان ممكن جدا لو العراقي موجود او يكون فيه تحرر في الحتة دي ان لازم يكون المنطقة دي تتغطى الجزء ده كان فيه مشكلة شوية بص يا قبطان بعد التمرير المتقنة للبرازيل هنا اللي جات ليرتشارلسون ايه اللي حصل اكرم توفيق على طول يتقدم من ناحية دي قطع عشان يقفل عليه الناحية التانية اقسامة جلال ساب بالقلب قلب الدفاع من في الجزء وبرده لازم يرحل اه رحل عشان يقفل عليه المشكلة دي كلها اعمالها كريم العلاقي انه كان قدام وكمان خلينا نتكلم فيه في الوقت اللي تقدم فيه اكرم هنا ده كمان عمار حمدي او ويقوم بواجبات الهفظ فيندر ما كبيرش المنطقة كانت بفاضية كده صحيح وده خلينا نتكلم كمان اكيد كل اللي بنكلم عليه ده جزء من الثانية في المباراة لكن كنا محتاجين طبعا يكون فيه اتنين ديفندر على مستوى عالي ممكن يكون واحد ستة واحد تمانية يعني واحد عنده القدرة الهجومية والدفاعية ممكن إمام عشور كان ممكن يكون أفضل فيه المبرزة دي ده طبعا طبعا الهدف وزي ما بقولك هو هنا حجازي والوينش حاولوا يعملوا بلوك والكرة طبعا رحة في منطقة صعبة جدا جدا ماتيوس كونها استلم الكرة فيش مركابة خالص سيما قلنا لإننا فيه لعب الهاف ديفندر ولا المدافع الديفندر معاه وركنها بسهولة كرة لا يسأل عنها الشناوي تماما طبعا صعبة جدا لكنها ضرب الجزاء بالزبط يعني ركنها بسهولة هي بالزبط زي ما حالك التوصيف الأغبق لها هي ضرب الجزاء وقال عيب جياله كرة بدون مرافبة فيش مدايق عليه وفيش حد يقفل عليه وسدد الكرة بسهولة يمكن آخر صورة نتكلم فيها ليه ما كانش فيه شكل هجومي مباشر لمنتخب مصر بص المساحات ما بين خطوط منتخب البرازيل كلها فاضية يعني لازم جدا كان أحمد ياسر راين يدوم بيخش فيها طاهر مع أحمد طاهر لجوه الأطراف لازم تكون على جنب فالمنظر ده ده المنظر الطبيعي لكن إحنا سهلنا الأمور جدا على منتخب البرازيل بيلعب الأربعة بتاع خط الدار قدامهم تلاتة بتاع نص الملعب كل الناس ما بتتحركش المسافات ما بين الخطوط ما كانتش موجودة أحمد ياسر راين كان بيطلع لبرة نفس الجزء ده طاهر محمد طاهر بيبقى برة فالشاد اللي موجود ده كان لازم يكون موجود فيه راس حربة يا إما رقم عشرة لازم رقم عشرة هو ده اللي احنا بلقول إن البلغ ميكا المنتخب بتاعنا أفتقده آه ده هو اللي هيرد بس نوع فينا في اللحظة اللي تلعبت فيه الكرة أعتقد كان لازم يكون موجود فيه ديفندر الموضوع كان صعب جدا على محمد الشناوي لكن الجزء إن الكرة تلعبت من الجزء ده في مساحة فاضية هو ده كان مشكلتنا اللي لازم كان يكون فيه ارتداد سريع جدا من عمار حمدي لازم يكون فيه ضغط أكتر حتى على مستوى البلوك بنتكلم على حجازي وعلى آآ على الوينش إن يكون خطوة لقدام أكتر شوية يا كابتن هو لعيبة النص كشفتهم يعني حجازي والوينش بقى مكشوفين صحيح يعني هو ما بقاش عارف يعمل إيه حتى ملقطة الكرة الكاميرا لما جات على وش حجازي والوينش بعد الكرة صحيح هو مش عارف يجري مع المهاجم اللي داخل المنطقة ولا يروح هناك مع الاشر الصورة دي كمان بيتبين قد إيه كان الخوف والرعب إن احنا كنا بنلعب في وقت إن الأوقات تسعة لعيبة تسعة لعيبة للمنتخب المصري ضد ستة لعيبة للمنتخب البرازيلي التوزيع حتى على مستوى لدفاع إنك بتوزع لدفاع بشكل كويس ما كانش موجود عدد كبير جدا ملوش لازمة كان ممكن جدا يبقى طاهر موجود قدام انت ممكن تدافع بثمان لعيبين وبتخلي تنين لعيبة قدام تعتمد هجمة مرتبطة صلهم يروح سرعة لما بص يا كابتن تسعة لعيبة لعيب قدام لوحده وفي رغم ذلك وده اللي أنا بقوله إن احنا حتى ما قدمناش جيم دفاعي كانت كل تمريرات المنتخب البرازيلي دقيقة بتوصل لنعيبته طبعا في النهاية طبعا بنشكرك طبعا إيهاب نورتنا وشرفتنا وقدت ديف عزيز وإن شاء الله هواجد معنا أكيد في أيام كتيرة في المحترف دي كانت طبعا نهاية المحترف وزي ما بنقول هارد لك أولا واخيرا هارد لك لمنتخبنا الإولمبيا أكيد الجهاز الفني عمل أقصى ما في وصعه أكيد اللعيبة كمان كانت بساعة توصل لها بعد نقطة لكن نتعلم الدرس وإن شاء الله يكون اللي يكون مستقبل أفضل للكرة المصرية في الفترات اللي جاية بشكر حضراتكو والقانة إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي سبعة ونصر ويوم جديد من أيام المحترف